من الخيانة أن تسكت على ظالم أو على غاش أو على مدلس فهذا يضل الأمة بأسرها فانبز إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين حتى الخيانة بنتي في النفس لابد أن نقومها الله تعالى يقول للمسلمين في ليل رمضان أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم حتى أن تختان نفسك بأن تفعل شيئا ليس مشروعا أو تختان نفسك بعدم الطاعة أو بعدم القيمة هذا يجب أن تحاربه وأن تقومه وأن تستقيم على أمر الله جل في علاه كل هذه إنما هي قوانين منضبطة الحياة تنضبط بها لو أنا كده اعتقدت في نفسي أن في قانون يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين لن أغش ولن أزور ولن أكذب على الناس ولن أغش شجاري ولن أخو كل الخيانات التي لا يعرفها الناس وكشف أسرار الناس وكشف أسرار الزوجية كل هذه خيانات والله تعالى لا يحب الخائنين وأعدلهم عذاب مهينة وذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كانت تحت عبدين من عبادين وصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من ريشه وقيل دخل النار مع الداخلين لا كرامة لها وإن كانت تحت نبي لا كرامة للخائن وإن كانت تحت نبي فما بالك بمن ليس تحت نبي لا كرامة لخائن مهما كان اسمه ومهما كان لقبه ومهما كانت وظيفته ومهما كان الكنيات لا كرامة له إن الله يمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد القاضي الذي لا يحكم بالعد إنما هو خائن ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى المحام الذي لا يقوم بواجبه خائن لأمانته الطبيب الذي لا ينصح لمرضاه خائن لهؤلاء المرضى ولهم حق سيطلبونه يوم القيامة المهندس الذي لا يتق الله في المواصفات خائن خائن لأمانة الله تعالى وأمانة الناس ويبني مباني على أصول غير مناسبة وغير صحيحة خيانها الأمان والمفكر الذي يسوق الأكاذيب والأضليل والفلسفات المنحرفة إنما هو يخون الأمة في فكرها وفي وعيها وفي أجيالها والمعلم والمدارس الذي لا يقوم بواجبه خائن للأمانة خائن لأمانة الناس أو لدي الناس الذين في عنقه سأسألهم عنه الله تعالى يضيح هؤلاء فيخرج هؤلاء فشلة ويكون هو المسؤول يوم القيامة أو يقوم بإخراجهم بنتائج أو بدرجات غير صحيحة فيتولون المناصب وهم لا يعقلون ولا يفهمون هذا كذب على الله وكذب على الناس وخيانة لأمانة الأمة وأمانة الناس وأولياء الأمور وخيانة لمستقبل هذه الأمة